أكد الرئيس السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة يمكن تجاوزها بالجهد والعمل من أجل الوطن وضف الرئيس السيسي أنه في ظل هذه الظروف ما زالت قوى الشر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكرهية وتبت سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب وتعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب نموزجاً على ما نراه ونعيشه ونحياه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي وفي ظل هذه الأحداث وتلك الظروف ما زالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكرهية فراحت تبس سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته ولكنني على يقين أن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والسمين والهدم والبناء وما بين الإخلاص وحب الوطن والشعب والخبث وكرهية هذا الوطن وشعبه موسيقى